الأهلي في طريق البحث عن الميداليا الرابعة في المشاركة السامنة في مونديال الأندية الأهلي بيبدأ مبارياته اليوم في مونديال الأندية وهدفه ميداليا رابعة في المشاركة السامنة المدرب الأجنبي دايماً كلمة السر في ميداليات الأهلي فعلها منوج جزء مرة وحققها مسماني مرتين ننتظر من كولر ميداليا جديدة تضاف لإنجازات النادي الأهلي التي لا تعد ولا تحفظ منتظرين رجالة النادي الأهلي كعادتهم مشرفين لكل جماهير بكرة المصرية وننتظر من جماهير المغرب العظيمة مسندة معتادة منهم لممثل مصر إن شاء الله خير يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة قبل ما أدخل في تفاصيل أخبار النادي الأهلي في كأس العالم للأندية المواجهة الأولى أمام أوكلند خلال ساعات إن شاء الله كان فيه خبر عاجل والجميع منتظر هذا الخبر أو يعرف إيه اللي حصل فيه خلال الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد واجه نادي الزمالك أزمة في قيد صفقاته الثلاثة الجديدة أحمد بالحاج وناصر منسي ومحمود شبانة بسبب عدم سداد المدينية المستحقة عليه لدى اتحاد الكرة أو جزء منها لكن الخبر إن المسؤولي اتحاد الكرة المصري سمحوا لنادي الزمالك بحفظ حقه في قيد الصفقات الجديدة لكن نادي الزمالك ملزم بسداد 15 مليون جنيه لاتحاد الكرة غدا من أجل تفعيل قيد اللاعبين الثلاثة يعني ايه؟ يعني اتحاد الكرة سمح للزمالك إنهم يسجلوا على السيستم عشي السيستم ده بيء في الدولان أو يتلحق يا ما تلحقش ساعة 12 فسمح للزمالك إنه يسجل بيانات التلات لاعبين بس إتمام القيد يحصل لما الزمالك يدفع لاتحاد الكرة قبل غد أو قبل ظهر غد 15 مليون جنيه جزء من مدينية نادي الزمالك لدى اتحاد الكرة يعني حتى هذه اللحظة لم يحسم قيد الثلاثة لعبين ولكن ولكن الزمالك حفظ حقه في هذا الأمر اتحاد الكرة سهل للزمالك هذا الأمر عشان ما يخسرش الثلاث لعبين مقابل إنه بكرة يسدد الزمالك مستحقاته أو مدينياته المتأخرة لاتحاد الكرة أو جزء منها اللي هو 15 مليون جنيه لو الزمالك مدفعش بكرة 15 مليون جنيه الأسماء ديت هتتشال من على السيستم وبالتالي اللعيبة لن تقيد مع نادي الزمالك تصوري توقعي هتتحل بشكل أباخر هتتحل يعني الثلاث لعيبة غالباً هيلعبوا النادي الزمالك طبعاً لما الزمالك يسدد مدينياته لاتحاد الكرة هذا أكيد الزمالك مع الصفقات الجديدة ديت اللي هو محتاجها جداً هيسدد 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 والأمور هتخلص طيب إيه بقى اللي بيحصل في المغرب وده بصراحة الأهم بالنسبة لنا دلوقتي الأهم بالنسبة لنا كلنا كجماهير مصرية النادي الأهلي النادي الأهلي قبل مواجهة مهمة أمام أوكلان سيتي وبالمناسبة هي مواجهة على الورق وعلى الأرض المفروض تبقى سهل على الورق أكيد سهلة على الأرض في الملعب هي المفروض سهلة طبعاً تركيز اللاعبين جدية اللاعبين شغل الجهاز الفني هم اللي يخلوها مباراة سهلة غير كده لقدر الله ممكن يحصل حاجات تانية بس في كل أحوال لا الأهلي يعدي الأهلي يعدي ومتطمنين إن شاء الله أن الأهلي يعدي ما فيش حاجة تقلقنا أوي طيب كواليس بقى الساعات الأخيرة في المغرب كواليس الساعات الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي تعالوا نشوف يلا بنا أولاً الاجتماع الفني للمباراة والذي يقوم في الساعات الماضية تقرر خلاله أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشرط الأبيض بينما يرتدي فريق أوكلاند سيتي نيوزيلاندي الزي الأزرق بالكامل باست النادي الأهلي في المغرب وصلت مساء السلساء إلى مقر إقامتها بمدينة طنجة استعداداً لمباراة أوكلاند سيتي التي يصدفها ملعب ابن بطوطة في التساعة مساء غداً حيث كان الأهلي يقيم في مدينة تطوان منذ وصوله إلى المغرب ثالثاً مران الأهلي الأخير شهد جلسة من مرس الكرة المدير الفني مع اللعبين لمراجعة بعض التعليمات الفنية فيما خاض اللعبين فقرات بدنية متنوعة لمدة 40 دقيقة واختتم المران بتأسيم قوية بطول الملعب شارك فيها جميع اللعبين ثم تدرب اللعبين على تزديد رقلات الترجيح رابع عن مرس الكولر قال في تصريحات صحفية بعد المران إن هدفه الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة وأن فريق أوكلند منافس قوي وخاض معسكراً تحضرين البطولة في أسبانيا ولم يتعرض للهزيمة من فريق برشلونة به وهو ما يظهر أنه ليس ضعيفاً لافداً إلى أن محمود كهرباء ضمن قائمة النادي الأهلي في المنديال وأن الأهلي يمتلك مرونة كبيرة بشأن خطة اللعب في المباريات حيث تتحدد خطة اللعب دائماً حسب استراتيجية المنافس وطريقة لعبه خامساً محمد الشناوي قال أن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد منذ الوصول إلى المغرب وكل مباراة لها حسابات خاصة بها وأن الفريق استعد بشكل جيد لمواجهة أوكلند سيتي لافتاً إلى أن الفريق حظى باستقبال حافل ومميز من جانب الجمهير المغربية التي أكن لها كل الاحترام والتقدير متوقعاً منها تشجيع الأهلي أمام أوكلند وشدد على أن الأهلي يخوض منافسات كأس العالم للأندية بحثاً عن إنجاز كبير بعدما حصد الميدالية البرونزية في آخر نسختين طيب نروح ليز منا العزيز وليد الحديدي من المغرب يقول لنا الأجواء هناك عاملة إزاي وليد مشرف ومنور سعيد جداً بتواجدك معاي أهلاً بيك يا كريم تحياتي ليك أنا اللي بكون سعيد بالتواجد معك دايما تحياتي ليك ولكل مشاهدينك الكرام حبيبي طمنا بقى على الأجواء هناك وقبل ساعات خلاص من مواجهة النادي الأهلي وأكلاً بإذن الله والله الأهلي يعني سعيد الحظ الأهلي كانه بيلعب في البلد وكانه بيلعب في الصهيرة الجمهير المغربية عاملة حالة كده من التشجيع والمساندة والمحبة والدعم غير متبوءة يعني أنا عمره في جماهير باستثنائي دعم الجماهير المصرية طبعاً لمنتخب المغرب في كاس العالم الجماهير المغربية حثت يعني أن فعلاً الروح المصرية في التشجيع حتى هنا الناس في الشوارع والله يتقابلين نجدين إحنا كنا نشوف مشاهد المصرين على المقاهي وهي بتتبع المغرب المنديل وهي حثنا أن مصر هي اللي بطلع وأيضاً كمان اتكلموا عن المساندة الأعلامية وحثوا بيها وحثوا بها وبالتالي هم يعني طبعاً بخلاف من الأهلي كمان ندي عربي طبعاً فيه كده حالة خاصة من الدعم الموجودة المعذكر الناس اللي أهلي طبعاً كانت تسوان ودي مدينة تبعد حوالي 65 كيلو متر من طنجة اللي في الصورة المباراة بكرة إن شاء الله الأهلي بدأ معذكره وتدرب وكانت الزيب الرئيسي النهاردة وحضرناه وكان مستوى أول ربا ساعة الناس مركزة جداً العيدة مركزة مفيش يعني مفيش تسايف قدر تقول مفيش تهريك كل الناس معارفة أن عندها مسؤولية كبيرة هي مباراة مهمة لإدمها لقدر الله يعني لو الأهلي خسر بيمشي على طول بعد المباراة وما بيكملش لأنه ده سميدي فهي لي خطوة المباراة بس كبير اوكلان سيتي في الصحات مدربه هو نادي محبس طالب مثل شيء مفيش عليه ضغوط فيدخل المباراة من أجل الصغرة الكرة فيوكيانوسيا في نيوزيلندا مش متابعة عالمياً فديك تبقى فرصة لهم كل سنة إنهم يعرضوا كروتهم يعرضوا نفسهم للعالم كله فبالتالي عندهم هما دواسع مختلفة قد صعب الأمور على الأهلي مارسل كولر كانت تصرحاته متزنة جداً محمد السناوي كانت تصرحاته متزنة جداً كلها إيجابية وتفاؤل الأهلي وصل طنجة ويعني ظهر كده ملعب المباراة اللي هو ملعب مطلوطة ملعب طنجة الكبير ويعني راح للفندق اللي هو هيبات في اللي لدي في طنجة ثم طبعاً الزهاب غدا الملعب المباراة حفل الافتتاح يقال أنه هيكون الافتتاح مبهر ومختلف وتم التحضير له بشكل كويس جداً الافتتاح كلها نفذت زي ما بقول لها أعلام مصر هنا والله تنجة من كل مكان وستطوان كماناً أنا كنت في المدينين وحتى في كذا بلانكة الناس مترقبوا في الرباط في كل مدن يعني البطولة ومترقبة البطولة ومنتظرة أن الأهلي يبايتوا فيها طيب أنا عارف أن تنجة الدرجات الحارة فيها والإيلة شوية الأجواء بكرة يبقى فيها أمطار ولا حاجة ولا الأجواء كويسة يعني هؤمة حصن حظ الأهلي طبعاً من أول يعني تدريب للأهلي كان في الأمطار وكان فيه يعني السلوب والأجواء الصعبة جداً في التوان تتوان جوها أبرد من تنجة وقع على مرتفعة يعني على أراضي مستفعة وفيها مرتفعات وفيها جليد وسلوب لكن من حظ الأهلي الحلو الحمد لله تطيع في الأيام اللي فاتت يعني والحض النهاردة آه الجو بارك وتحديداً في باية فترات الليل أو مع يعني جروب الشمس يكون بارك جداً لكن ما فيش بحاجة لله أمطار ولا سلوب ولا شيء فهي أجواء كرة قدم والسوق قعد بتقول أن بكرة كمان بإذن الله درجة الحرارة هتبقى يعني وقت المباراة حوالي 15 أو 14 درجة وهي برضو أجواء كرة قدم يعني أعتقد أن النادي الأهلي بإذن الله ليس سيلاقي أي مشكلة في الأجواء الأجواء تكون جميلة وفقاً للتوقعات بإذن الله التدريبات مغلقة أو لمفتوحة وليد؟ وفقاً طبعاً للروز بتاعة الفيفا أنه بيكون التدريب المفتوح قبل المباراة بيوم التدريب الرئيسي وبيكون مفتوح لمدة ربع ساعة دي القواعد بتاعة الفيفا لو الجهات الفني شاف أنه يفتح أكثر من كساعة من حقه لكن هو ربع ساعة دير رول بيتحتم على كل فريق أنه يفتح التدريب بتاعة التدريب الوحيد المسلوح للنادي الأهلي كان النهاردة لو هتزيب الرئيسي للمباراة تطوان وده يعني حضرت نهارة طيب معلوماتك الصحفية هل في تسريبات عن تشكيل المباراة يعني الكلام اللي طالع من خلال معلوماتي ومن خلال اللي شفته مهاردة في الوقت اللي أنا تبعت في المرام أنه يعني المرسل كولر مش هيغير كتير في التشكيل المعتاد ولا في الطريقة نفس الأفراد ونفس الخلاف مثلا على مين الثالث في وسط الملعب يعني هيختار اثنين من الثلاثة دي يمكن الخلافات الوحيدة طبعا فيه كلام من محمد شريف هو لا يكون رأس الحربة الأساسي بخلاف كده يعني ما فيش أي تغييرات أو مفاجآت متوقعة في التشكيل هو نفس تشكيل وطريقة لعب النادي الأهلي اللي كانت معتادة في المباراة اللي كانت الزميل عزيز وعلي الحديدي من المغرب أنا بشكرك شكرا جزيلا وعيز أقول حالاتكم فيما يخص تشكيل النادي الأهلي المتوقع لهذه المباراة في مفاجأتان في تشكيل النادي الأهلي المتوقع المفاجأة الأولى تعالوا تشوف التشكيل ونتحدث عن المفاجآت مع التشكيل للتشكيل الأول المتوقع محمد الشنو في حلاص المرمو محمد عبد المانع بخياد عبد الفتاح سنائي دفاعي محمد هاني على اليمين علي معلول على الشمال سلاسي في وسط الملعب محمد فتح وقالي دينج وقفشة كهرباء على الشمال حسين الشحات على اليمين ومحمد أشرف محمد شريف مهاجم المفاجأتين أنه كولر مقترع جدا بفكرة خالي عبد الفتاح في مركز المساك عجبه في مباراة الزمالك وعايز يديله مرة أخرى في هذه البطولة أنا قلت لكم ساعتها لو تفتكروا بعد مباراة الزمالك خالي عبد الفتاح النوعية اللي يحبها كل اللعب اللي بيعرف يخرج بالكرة بشكل كويس وبيعرف يحط الكرة تحت رجله بشكل كويس المفاجأة التانية أن كهرباء غالبا هيبدأ كجناح أيسر ومحمد شريف هو المهاجم كهرباء ده مركزه الأصلي مركز الجناح ولكن منذ عودته المباراتين اللي لعبهم ملعبش كجناح لعب كمهاجم صريح وبالتالي كهرباء يعود لمركزه الأساسي أو الأصلي في الجانب الأيسر ومحمد شريف في مركز المهاجم الصريح للتشكيلة المتوقعة للنادي الآلي في هذه المواجهة طيب برونو سابيو برونو سابيو حضركم عارفين الأسماء اللي تم استبعادها من قائمة النادي الآلي في الموديال احيان متكلم على برونو سابيو وشادي حسين وكريستو برونو سابيو وشادي حسين وكريستو وآيمن أشرف والحارس محمد مخلوف حارس النادي الآلي الشاب دول الخمس أسماء اللي تم استبعادهم من قائمة النادي الآلي في الموديال برونو سابيو متضايق وتعالى نحط الكلام في النساكو الطبيعي بلونو سافيو متضايق طبيعي ايمن اشرف متضايق اكيد شدي حسين زعلان مؤكد ما اي لعب عايز يلعب في كاسة عامل انداية تمام؟ فيش لعب رغم ان ايمن اشرف طلع وكتب وساند ودعم على تويتر شفته النهاردة وده موقف محترم منه بكل تأكيد بس اكيد من جوة زعلان طبيعي يعني طبيعي كريستو مفهوم انه لسه مدخلش مع الفرقة ولسه ملعبش مباريات ولسه صغير في السن فتمام مفهوم استبعاده ولسه صفقة جديدة للنادي الاهدي لكن برونو سافيو حكايته ايه برونو سافيو وشدي حسين وآيمن اشرف مرسي كولر اصلا ما كانتش عايزهم يسافروا مع الفريق لكاسة العامل ايهو اخد قراره قبل ما يسافر الى المغرب انه مش هيعتمد على الثلاث لعبين دول تحديدا طيب اللي حصل الكاب سافيو حفيز ويه الجهاز المعاون ليه مرسي كولر اقنعه قالوا له دي احتفالية وكاسة عامل الاندية واللعيبة كلها تبقى موجودة معانا وحتى ولما نسافر هناك شوف انت عايز تاخد مني ممكن نحتاج لحد بس ووافق مرسي كولر ووافق طيب مرسي كولر قرار خلاص الاستبعاد السلاسي مع الاتنين اللي عبين اللي هو كريستو مخلوف اللي قلت رحالكم عليهم استبعد السلاسي فبرونو سافيو بالنسبة له الامر كان مفاجأة طلب الكاب سافيو عبد الحفيز ويه الجهاز المعاون من مرسي كولر انه يقعد مع اللاعب عشان يشرح له وجهة نظره في استبعاده مرسي كولر قال انا مشرحش اللاعبين انا بختار اللاعبين اللي هتشارك معايا واللي بستبعاده ده معنى انه انا مش محتاجه في الفترة دي فمش محتاج ان انا اشرح له قعد الكابتن سيد ومحمد الشناوي مع برونو سافيو هدوه وقالوا له خلاص انت يعني دي ظروف بطولة وظروف مباريات معينة وانت كده كده مكمل معانا الموسم ومش محتاج تعمل اي مشكلة او اي ازمة والموضوع هدي عند هذا الحد هدي عند هذا الحد مفيش ازمة مفيش مشكلة في المغرب مفيش ازمة بين اللاعبين او الجهاز الفني بس المعلومة اللي عندها المؤكدة انه برونو غاضب زعلان متدايق وانا اتفاهم الزعل الحميد ده اللي هو ايه مش بازمة ومشكلة الزعل ان انا لو موجود في قيمة النادي الاهلي وتم استبعادي من كاسة اعمل ان دي هبقى متدايق وزعلان عادي يعني عايز العب وعايز شارك وعايز وبطولة كبيرة ومهمة بس بدون ازمة وبصراحة المعلومات اللي جاي لنا من هناك انه مفيش ازمة بس فيه زعل مفهوم ويعدي واللي اعتماد على الرجال اللي هتلعب يلعبوا فكرة برونو سافيو دي اصلا وهكلمكوا بصراحة الاهلي استبعد من القيمة دي واخد بالك انه مارس الكولر مستبعدهم من حساباته اصلا انا بكلمك فيه برونو سافيو تحديدا وشادي حسين برونو سافيو وشادي حسين تم استبعادهم تم استبعادهم وكان مصطفى ساعد ميسي تم اقعارته فانت تتكلم في التلات لعبين اللي الاهلي جابهم في الصيف مارس الكولر مش مكتنع بيهم التلات لعيبة اللي الاهلي جابهم في الصيف مارس الكولر مش مكتنع بيهم عشان كده الاهلي دخل بقوة كبيرة في سؤول الانتقالات الشتوية عايز يعوض عايز يدعم الفريق بشكل حقيقي هو خلاص اللي دعم بيه الاهلي في الصيف مش مكتنع بيهم مارس الكول خلاص خلصنا منه الباقي بقى الجداد لا اتصور يا واحد يا خياء افتاح هبه بسرعة على طول خد كريستو اعتقد هياخد كريستو اعتقد هياخد كندوسي هياخد مرار عضية خد فواضح انه صفقات الاهلي الشتوية هتبقى مختلفة تماما عن صفقات الاهلي الصيفية طيب قلت حضراتكم من برح ان الاهلي لسه بيحاول فيه جاكسون موليك لاعب بشكتاش لحد النهاردة لحد الساعة ستة مساء الاهلي كان بيحاول وكان بيسعى لضم موليك طيب الاهلي كان وصل في اللحظات الاخيرة الاتفاق مع بشكتاش التركي على دفع قيمة اللاعب او شراء اللاعب اربعة مليون دولار والاتنين اتفقوا خلاص وكان الاتفاق على اربع اقصات والامور كانت متسرة وسهلة ومشي بس موليك هو اللي زمزق شوية في طلباته المالية يعني الاهلي كان مستعد يوصل مع موليك انه يدفع له اتنين مليون دولار في السنة ده ده اقصى حاجة ممكن يوصلها النادي الاهلي يعني هيوصل لها وهو متضرر بس كان هيمشي حاله ونضم مهاجم ونستفيد بالفترة اللي جاي موليك قال لا انا عايز اتنين ونص مليون دولار طبعا الاهلي شاف ان الموضوع لا ده كده عشان احنا مزنوقين فالراجل بيشتغل معنا بطريقة ما يعني انه عايز رقم اكبر فنأجل الموضوع ده للصيف يعني خلاص كفاية مليك هدلوقتي الاهلي ما قفلش مليك ما قفلهاش خالص بس اجلها للصيف ووالد جدا الاهلي يضموا في الصيف ووالد جدا يضموا خلال الشهرين اللي جايين ينهي الصفقة او يعني يتمم التعاقد خلال الشهرين القادمين قبل حتى ما نخش في فترة الانتقاط الصيفية بس الاهلي لسه عايز مليك بس الاهلي شاف انه خلاص زنقة الوقت دي هتكلفه كتير وبالمناسبة وبالمناسبة وانا قلت الكلام ده قبل كده واعيده تاني تحية كبيرة جدا لإدارة النادي الاهلي وتحية اكبر للمدير الفني للنادي الاهلي المارس الكولر تحية في ايه لو انت مش لاقي لاعب مهاجم بكواليتي بجودة انت عايزه او عايزها بلاش بلاش فكرة الاجانب وخلاص اللي هو ايه هات واحد اجنابي وخلاص هات ايه مهاجم لا اتعرض على مارس الكولر اكتر من عشر مهاجمين غير التلاتة اللي كانوا بتلاعب فيهم في الاعلام اللي انت كنت تعرفينهم كلكم التلاتة اللي كانوا عايزهم مارس الكولر اتعرض عليه عشر مهاجمين اخرين ورفضهم جميعا انا مش هجيب ومارس الكولر قال كده قبل كده في مؤتمر صحفي لو تفتكروا انا مش هجيب لاعب الا لما يكون افضل من اللي عندي مش هجيب لاعب وخلاص على فكرة كان سهل جدا على ادارة النادي الاهلي وعلى المدير الفني للنادي الاهلي انهم يجيبوا اي مهاجم عشان الناس بتسأل تقولك ايه يعني العالم كله مفهوش مهاجمين لا فيه طبعا بس ما تنساش حاجتين اول حاجة ان انت بتشتري في يناير يناير ده يعني ايه يعني نص الموسم يعني حتى اللي عنده لعيب مستعد يبيع يقولك لا استنى الاخر الموسم عشان يكمل معايا الموسم فدائما الشرف في يناير بيبقى أصعب كتير من الشرف في السيف ده واحد اتنين انه فيه كان مبلغات في الأسعار لبعض وكثير من اللاعبين او التلات لعبين تحديدة الاهلي كان بيفوضهم سواء من الاندية او من اللاعبين نفسه فالاهلي برضو مش مضطر يدفع ارقام خزعبلية عشان خاطر هو مضطر كان ممكن الاهلي يجيب مهاجم اجنبش ويقولك احنا جيبنا المهاجم وجميل النادي الاهلي تفرح وتسعد وترضى بس تجيب مهاجم يقعد على الدكة تجيب مهاجم يبقى مصيره غالبا زي برونو سابيو ولا تجيب مهاجم يلعب أساسي الاهلي فأمثل حاجة لمهاجم تقيل مهاجم قو فلو انت مقدرتش خلاص تعصرت والاهلي هيواجه ممكن وارد يواجه أزمة في فكرة المهاجم الصريح في المستقبل القريب ده بس احسن ما يبقى عدد عندك وخلاص يعني لو ما عرفتش يبقى بلاش فتحية لإدارة النادي الاهلي وتحية كبيرة للمارس الكولر المدرب المحترم اللي ما بيقولش ايه زودلي وخواص هاته يمكن ينفع لا دي فلوس ودولارات وارقام كبيرة يا ما دفعنا اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري وكل الأندية يا ما دفعوا بالدولارات وارقام كبيرة جدا وما استفدوش من اللعبين فده او دي حاجة يبني عليها الاهلي وكل الأندية في المستقبل لو مش لاقي ما تجيبش ما تجيبش والله مش لاقي ده عشان انت معرفتش عندك قصور والله مش لاقي عشان ظروف مالية والله مش لاقي عشان فيه مبلغات في الأسعار مش لاقي لأي سبب ما تجيبش مش لازم يعني طيب النهاردة جريفسن المدير الرياضي ليه نادي متلند الدرماركي رحب جدا بصفقة امام عشور بعد ضمه رسمان وقال ان احنا كنا بنبحث عن لاعب وسط يناسب متطلباتنا وقال ان امام عشور هيحصل على فرصة في الفترة اللي جاي وهو لاعب وسط قوي وديناميكي بشكل هائل ويناسب اسلوب اللعب وطموحنا في الفترة اللي كاية ويتمتع بخبرة كبيرة رغم صغر سنه وقال انه هو فاز بالعديد من الالقام مع احد اقبل اندية في القرى الافريقية نادي الزمالك وقال انه هيبقى جزء اساسي من تشكيلة الفريق في الفترة اللي جاي واشاد بفكرة انه هو لاعب دولي ولعب لمنتخب مصر في نهاي كأس الامم الافريقية ده بالنسبة لي امام عشور النهاردة كمان نادي اسوان اعلن رسميا انتقال لعبه احمد بالحاج الى نادي الزمالك نعرف التفاصيل مع المسشار الشفعي صالح رئيس نادي اسوان يا فنم صباح الخير مشرف ومنور اهلا نساء لنزاع حضرتك وشاكرين لحضرتك انت وبرناندك المؤيز باهتمام كلنا باخبار نادي اسوان يا فنم ده شرف كبير لنا طبعا نادي اسوان نحبه ونعشأ ونعشأ جماهيره كالعادة النهاردة نادي اسوان اعلن رسميا انتقال احمد بالحاج الى نادي الزمالك تفاصيل الساعات الاخيرة والله الحمد لله انت عارف زي ما احنا بياننا وفي صدر البيان انه اول امر كان بالاتفاق مع لجنة الكورة اللي احنا بين تنينها كل احترام ونجيه لها الشكر وخاصة لأستاذ محمود فاروق اللي هو من خارج مجلس الادارة والزملة الافاضل العضاء السنية اللي هما من مجلس الادارة والكاكتين ايمن الرمادي وجهازه الفني والاداري لان العمل هي كم فيها تنسيق وفي الاخر انتهينا كلنا ان احنا نعمل اللي في مصحة النادي فالحمد لله يعني كل المجهود من النهاردة بالتوفيق واني هنا العقل مع ادارة الزمالك وإدارة الزمالك من اتوجه لها بالشكر زي ما قلنا في نهاية البيان على التزامها بتنفيذ كافة ما تم الاتفاق عليه هل فعلا حصلتوا على مقابل اعارة كاش اليوم اه حصل طبعا زي ما تكلمنا وزي ما كتبنا في البيان اه حصل ده حصل طيب احمد بالحاج كان من العناصر الاسسية المهمة فيه فريق اسوان الفترة الفترة اللي جاية تعويض احمد بالحاج حصل فيه والله عندنا عندنا وثقة كبيرة جدا في الكابتن ايمان الرمادي ورفاقه في الجهاز الفني في انهم قادرين على انهم يعني يدوروا على البديل للكابتن بالحاج بين ابنائنا الكثور اللي هم موجودين داخل الفرعة وان شاء الله حيكون فيه بدائل كتير جدا ان شاء الله في الفترة اللي جاية احمد بالحاج انتم كنتوا واغدينه مجانا مزبوط يعني ما كنتش مدى ما يشترتهش من ناج شركة حضرتك طبعا هي اللي كان الجايباء وكان في اتفاق بيننا وبين الشركة دي في حالة انتقاله مشعارته انهم ياخذ 30% واحنا طبعا ده العقد شريعة المتعاقدين فعلا ووقت الانتقال هياخذوا حقهم ان شاء الله بإذن الله كان الاتفاق على اساس انه وعليه سنة تاني معنا كمان غير السنة دي سنتين وكان يعني النادي هو المتحمل وكان بيدفعله هو المبلغ اللي كان متفق عليه وربنا يكريم ان شاء الله في وجهته الجديدة وان شاء الله بإذن الله حطينا احنا بند برضو ان هو فيه لو الزمالك فعل بند الشراء وخده بعد كده الزمالك لو عد بيعه أو عاره احنا هناخذ خمستاشر في المية من نسبة خمستاشر في المية بعد ما الزمالك ياخد المبلغ اللي دفعه هايل هايل طيب في زاوية اخرى يا فندم سمعنا كلام ان ماليك فونة عنده مشكلة وعنده اصابة مزمنة هال الكلام ده صحيح والله طبعا الامور دي انا معرف شافت فيها لان هي بي ترجخضاع للجهاز وطيب وفي النادي وهم اللي يعرفوا الكلام باكتر مني فيعني لكن هو موجود من بين الناس المقيدة معنا وعلى زمن التطريق دراك لكن التأليل اللي بيجي لك منهم هل هو مصاب اصابة طويلة ولا هو هيرجع سريعا الى المبلغ ان شاء الله ان شاء الله نعمل ان هو يرجع لان هو وجوده معنا مهم جدا هو في العشر دقايق والخمس اللي هم الفرصة اللي اخدها معنا في المصر جاب بلن وسجل هدف من البلن فهو وجوده مهم جدا لو كان معنا انا فاكر قبل ما تضمه ايفونة كان فيه لقاء بيني وبنحرك على الهاتف نعم وانتلي انه هيجري كشف طبي ونتأكد من سلامته تماما هل الكشف الطبي وقتها كان تأكد سلامة ايفونة مية في المية تأكد سلامته طبعا وحنا لو مش كده مكنناش اتأمنينا التعاقد بس انتقارب طبعا الاصابات ودي حاجة بتاعت ربنا ونسأل الله يعني السلامة للجميع ان شاء الله وهي ايفونة طبعا اسم كبير جدا وقيمة كبيرة جدا ولو ربنا قدر له انه يرجع لبستوى طبعا حيكون اضافة كبيرة في الفرقة طيب عظيم جدا بالنسبة لكابتن ايمن الرمادي هل الامور هدأت بالنسبة لكابتن ايمن الرمادي الامور مستقرة وهدأة جدا 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 والكابتن ايمن ان شاء الله متأمل مع عصوان واحنا عندنا عمل كبير جدا فانا الكابتن ايمن حقيقة يجعل عصوان في خلال هذا الموسم في المكان يجب المحدث كان يتوقح ان شاء الله ان شاء الله سيادة المستشار الشافعي صالح رئيس نادي اسوان انا بشكر حراك شكرا جزيلا على هذه المداخلة نهاردة كمان استكمالا لامام عشور وصفقة انتقاله الى ميتلند الدنماركي امام عشور ودع جماهير نادي الزمالك بعد الانتقال للفريق الدنماركي وقال يبقى الزمالك في القلب للأبد ويزل جمهوره العظيم وطنا وداعما مع الزمالك عبرنا طريقا حافلا بالنجاحات وفي الزمالك صنعنا شهرتنا ولو علينا يد بيضاء مثل لونه الذي نعشقه مهما ارتحلنا فنحن نمثل الزمالك ونحمل شعاره وشرفا لنا ونرفع اسمه تاجا فوق رؤوسنا للأبد ونستمد القوة من جماهيره الغفيرة ومهما ارتحلنا ممثلين للزمالك سنعود إليه حتما مشجعين وأبناء مخلصين يردون الجميل لبيتهم الكبير عاش الزمالك وجمهوره العظيم كلمات حلوة حلوة من امام عشور كلمات ودعية حلوة من امام عشور ان شاء الله بإذن الله بس تبقى رحلة رحلة احترافية ناجحة لإمام عشور ان شاء الله بإذن الله هيفضل إمام عشور الكص عنده لاعب موهوب جدا مستقبل المفروض يبقى مستقبل باهر جدا جودة إمام عشور كلاعب تخليه يلعب في أندية كبيرة في أوروبا المهم يركز يركز في سنة نكسب لاعب جديد في أوروبا يعمل نجاحات كبيرة ان شاء الله أملنا فيه أمال كبيرة جدا وهو لاعب زي ما قلت لكم لاعب رائع جدا لاعب رائع جدا تعال نروح ليه أرقام إمام عشور مع نادي الزمالك قبل رحيله إمام عشور لاعب 108 مباراة سجل 15 هدف وصنع 11 هدف في الدوري المصري حصل بطلتين وفي كأس مصري حصل على بطلتين أيضا دي أرقام إمام عشور مع نادي الزمالك تعال نروح ليه تفاصيل اليوم الأخير في المركاتو الشتوي بنادي الزمالك أولا حتى هذه اللحظة نجح نادي الزمالك في إتمام التعاقد خلاص اللحظة دي بقى اللي هي خلصت خلاص اللي هو بعد الساعة 12 خلاص الأمور انتهت في إتمام التعاقد مع ناصر منسي من البنك الآلي في صفقة بيع نهائي واحمد بالحاج من أسوان على سبيل الأعارة لنهاية الموسم الجاري مع حقية الشراء بنهاية الأعارة وكلفت صفقة بالحاج نادي الزمالك 4 ملايين جنيه بالإضافة إلى 560 ألف جنيه قيمة ضريبة القيمة المضافة للأعارة بجانب 11 مليون و400 ألف جنيه يسددها الزمالك لنادي أسوان في حالة تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الموسم الجاري سانيا خلال الساعات الماضية حاول نادي الزمالك ضم أحمد الندري مدافع فريق غزل المحلة إلا أن المفاوضات توقفت بناء على رغبة اللاعب بسبب عدم ارتياحه للجلسة التي جمعته بوكلاء نادي الزمالك بالإضافة إلى تمسك عبدالباء جمال المدير فني الفريق المحلاوي باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم مدافع محترم جدا ثالثا دخل نادي الزمالك في المفاوضات مع محمد كناريا لاعب وسط سيراميكا كيجوباترا إلا أن المفاوضات توقفت بسبب رفض سيراميكا التخلي عن اللاعب رغم وجود عروض مادية قوية أبرزها من نادي بيراميدز بجانب عرض الزمالك رابعا تم عرض عبدالرحمن مجد جناح النادي الإسماعيلي على مسؤولي الزمالك وتواجد اللاعب في أحد القفيات بجانب مقر نادي الزمالك حيث دخل وكيل اللاعب ووافد النادي الإسماعيلي إلى نادي الزمالك للتفاوض حول الصفقة خصوصا وأن مسؤولي الدرويش يريدون استعارب بعض اللاعبين الشباب بصفوف الزمالك بسل أحمد محمود وماجد هاني بالإضافة لعبدالله جمع إلا أن الزمالك يتمسك باستمرار عبدالله وفي نفس الوقت يرفض فكرة ضم عبدالرحمن مجد طيب تعرفين ما بعد كلاتنبرج إيه اللي هيحصل مش عارفين طبعا مش عارفين طيب اتحد الكرة دخل في مفاوضات مع خبير تحكيم برتغالي لخلافة كلاتنبرج في رئاسة لجل الحكام بعدما تقدم الأخير باستقالته مؤخرا مصدر بالتحاد الكرة قال لنا أن الخبير البرتغالي تم ترشيحه من جانب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وما زالت المفاوضات الجارية حتى الآن بينما يتواجد في الصورة أيضا خبير آخر أسباني تحسبا لتعصر المفاوضات مع البرتغالي طيب اتحد الكرة كمان في نفس الصياق يعني قرر تحويل مبلغ 9000 دولار لكلاتنبرج بعد قرار تسوية على عدم الحصول على راتبه خلال فترة كأس العالم قبل ما يطلب كلاتنبرج راتبه بعد العودة لمصر وبعد كده تحصل تسوية بين الاتنين اتحد الكرة وكلاتنبرج في الآخر يبقى حقيته فقط في 9000 دولار فقط حلو حلو نحن نخلص اللي علينا بدري بدري كده عشان هي مش نقصة بقى ايه الناس بتروح تلف تقعد تتكلم وتقعد تقول كلام ما بنحبهوش يعني طيب بعد الفاصل هيكون ضفنا لاعب من اصول مصرية اسمه نعيم ابو بكر لاعب زلط وجم البلجيكي لاعب نأمل ان شاء الله انه يبقى موجود معانا في منتخبات مصر الوطنية في المستقبل خليكم معنا يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى احنا وعدناكم هنا ان احنا مش هنسيب الملف دوت او نعدي عليه كده مرور الكرام بسرعة ونسيبه فكرة اللاعبين المصريين او اللاعبين اللي بالأصول المصرية اللي موجودين في أوروبا هنفضل ندور عليهم كل شوية ندور عليهم مع حضراتكم لعله وعسى لاجهزة الفنية المنتخباتنا الوطنية يشوفوهم ويجربوهم ويدوهم مشاركات على فكرة بالمناسبة يعني هو مش شرط لما هنجيب لاعب من أصول مصرية موجود في أوروبا انه اكيد هيبقى مفيد لا مش شرط بس مهم ان احنا نبص عليه مهم ان احنا نشوفه لعله وعسى نستفيد منه ويبقى كنز كان مش متوقع ناخده كده ببلاش لا اشتغلنا معاه من صغر ولا اشتغل معنا في كرة مصرية وفجأة لقينا لعيب موجود في أوروبا ناخده زي ما كل المنتخبات الأفريقية بتعمل كل المنتخبات الأفريقية بتعمل كده اشرفنا وينورني في الاستوديو النهاردة واحد من اللاعبين اللي من أصول المصرية بيلعب في بلجيكا هو نعيم ابوبكر اللاعب زلط واجم البلجيكي مشرف ومنور نعيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم احب ان انا اشكركم جدا ان انتوا دعوتونين هنا ان انا اكون معاكم في البرنامج انا هنا بقالي حوالي 10 تيام في المعسكر منتخب تحت العشرين وطبعا كانت خبرة جميلة جدا انا احب الناس جدا هنا والتدريب كان كويس جدا وطبعا احب ان انا اشكر كابتا محمود جابر وكل المدربين كلهم كانوا جميل جدا وطبعا كانت خبرة جميلة جدا ان انا لعبت الماتش الحمد لله لعبت كويس اللاعبين كمان كانوا بيقدوا بطريقة كويسة جدا ودي اول لبدايتي هنا في مصر وان شاء الله في المرات الجاية ان شاء الله هكون معهم في المنتخب دي اول مرة تبقى موجود مع اي من منتخبات مصر صح؟ ايوا دي اول مرة لان الحمد لله انا موصول جدا انا طبعا فخور جدا بكوني مصري والحمد لله على الخبرة الجميلة دي ازاي حصل التواصل بينك وبينجاز الفن المنتخب مصر؟ انا كنت برعب كويس جدا في فرقتي وده طبعا اول يعني الفريق في بيرعب الدوري الممتاز في البلجيك وبحد جاي شافني في بعض الماتشات وتصلوا بي علشان ادخل معهم في المعسكر ده اللي جاي شافك في الماتشات من الجهاز الفني ولا حد من برا الجهاز الفني؟ لا حد بس اجيه واتكلم بعد كده اكلم كابتن محمود جابر وفي المنتخب وقال له ان انا عندي كورة كويسة وقال له ان انا ممكن ابقى حاجة زيادة للمنتخب والحمد لله انا عملت شغل كويس طيب قل لي بقى من الاول من الاول كده بدأت كورة امتى بدأت كورة مع مين انت اصلا كنت مولود هنا في مصر ولا مولود في بلجيكا هل دي زيارة الاولى ليك في مصر ولا زورتها قبل كده احكينا شوية عن نفسك بقى خلي الجميع المصري يتعرفك اكتر انا اتولدت في البلجيك لعبت هناك وبعدين والدي جاي لبلجيك انا اتمران مع اخيك كبير وكننا بس بنشوت بعض الكورة والمدربين قالوا لي انت ممكن تجد اتمران معنا وبعدين بدأت في الدوري الدرجة الرابعة من حد ما كان عندي عشر سنين وبعد كده رحنا مدينة تانية وهناك لعبت لحد ما بقى عندي عشر سنين وبعد كده رحت للدرجة التالتة لعبت حوالي خمس سنين فانا كنت الكبتن بتاع الفرقة لعبت كويس جدا وبعد كده زلت ارقم فرقتي الناس من الفرقة جم شافوا شافوني هنا برعب بعد كده رحت زلت ارقم وبلعب هناك لحد دلوقتي الحمد لله ودلوقتي دي بداية الكرة الدولية معي ان شاء الله طيب انت دلوقتي بتلعب مع فريقك فريق الشباب ولا الفريق الاول انا دلوقتي بلعب مع الفرقة التانية مع الشباب وطبعا لعبت في الفرقة الاولى لعبت بعض المتشاط الفرندلي المتشاط وطبعا كانت خبرة كويسة جدا وان شاء الله هكمل مسيرتي معهم تلعب في المركز ايه؟ انا زي محمد هاني باك لفت وطبعا انا عايز يعني المثل على الكسندر ارنولد ومعب كويس دفاعيا وازن انه عندي لعب كورة كويس ان شاء الله باش نحب الكسندر ارنولد اخطاقه كتير اوش متابع انت الاخطاق بتاعت الكسندر ارنولد ولا مش بالتباعة اه طبعا انا عارف بس هجوميا هو هو لعب كويس جدا بس دفاعيا يعني بس اظن ان دفاعيا انا افضل منه كتير وابلعب بقلبي وان شاء الله هنشوف هتشوفوني على التلفزيون مع انا واحد نعيم يا جماعة بيقول ان هو احسن من ارض اللي في الحتة الدفاعية احسن من ارض اللي هو مع انا ان شاء الله يا رب يطلعه احسن من ارض اللي بازن الله في الملعب طب انت اصلا امكانياتك كباك رايت بتحس ان انت بتميل اكتر لللعب الدفاعي ولا اللعب الهجومي يعني في باك رايت بيبقى اداءه الدفاعي افضل من اداءه الهجومي والعكس انت اي طب اولا اظن الدفاع اهم حاجة للباك رايت لازم تعرف مكانك كويس على الملعب ونيجي بقى للهجوميا دي تيجي في المرتبة التانية لان انا لازم نعرف ازاي نهاجم بس اولا الدفاع هو حاجة من اهم الحاجات لازم اكون موجود لازم اكون لازم اكون لازم يكون الفرقة متأكدة ان احنا ما بيجيش في ناجوا لاطات من مباريات ليك هوا واضح انه عرضياتك كمان واضح انه عرضيات كويس هل لعبت في مركز تاني غير مركز زي الايمن اولا هو ده المركز الاول والاساسي بتاعك انا برضو بلعب باك شمال والرجل شمال كويسي برضو بس انا يعني افضل ان انا لعب برجل اليمين افضل لان فعلشان كده اقول ان الجناح ان ال باك ريت افضل ايه ارنولد من اللعيبة المميزة جدا في التسديد من خارج منطقة الجزاء انت من اللعيبة اللي بتحب تسد الكرات برضو من خارج منطقة الجزاء ولا المشاركات الهجومية في التسديد والتسجيل دي مش موجودة عندك يعني طبعا حاجة كويسة جدا ان احنا نعمل اسيست وان انا اجيب جوان بس الافضل هي طبعا دايما ان احنا نبقى نكسب بس الدفاع حاجة مهمة جدا وطبعا لو جات لي اي فرصة ان انا اشوت فا دي زيارة الاولى لك لمصر اشتروا ولا زورت مصر قبل كده لا انا كنت هنا قبل كده اكتر من مرة مع العيلة وروحنا اسوان وعندي عيلة في اسوان ودايما بزورهم هناك فانا بحبي لقاك الاول بمنتخب مصر والجهاز الفني اللقاك الاول مع الكابتن محمود جابر قالك ايه هو قال لي انه هديني فرصة ان انا اثبت نفسي واظن ان انا عملت كده ملعبت كواس جدا في الموتش وكسبنا 6-0 وانا حاسس احساس كواس جدا اظن ان انا موجود هنا بروحي وانتميل هنا واظن ان انا هعمل خطوة كبيرة ان شاء الله بعد المباراة شعرت ان كابتن محمود جابر معجب بيك هيكرر تاني استدعائك ولا حسيت انه خلاص هيك هيتمرى وخلاص كانش محمود جابر كان مبسوط جدا مني كان بيقول ان انا عارف انا بعمل ايه عارف انا بلعب ازاي عارف بارجع ازاي وبلعب بلعب بارجع ازاي وان شاء الله هيديني فرص اكتر وانا دايما موجود ودايما متاح مصر البلد الجميل ومين يعرف ممكن ان شاء الله بعد مع نفس المنتخب تحت العشرين ممكن اكون في المنتخب الرئيسي وان شاء الله انا مبسوط ان انا هايجي انا اكتر مرة من فريقك المفضل عالميا انا هايجي انا هايجي انا في القناة جداً زي إمبابي وبيلعبوا كويس جداً اللاعبات وأظن إنهم عندهم فرص كبيرة جداً إنهم يبقوا أفضل لعبين في العالم لو في المستقبل القريب يعني مش البعيد لعبت مع منتخب مصر الأول أنت عارف مين اللي بيلعب أصادك في منتخب مصر الأول على نفس الخط طبعاً أعمار جابر لا أم أكلمك على اللاعب اللي هيبقى قدامي الجناح الأيمن قدامك محمد هاني أم أكلمك على محمد صلاح تلعب مع محمد صلاح على نفس الخط ذي حاجة كويسة جداً دخطك كويس جداً هيبقى عندي صديق على الملعب كويس جداً وهنعمل شغل كويس يمكن نصعد لنجيب البطولة أفريقيا مين عارف طبعاً إحساس كويس جداً إن شاء الله أنا سمعت قبل ما أدخل من هنا أنت تعرف كم كلمة بالعربي كده إيه الكلام اللي بالعربي تعرفت تقول ويعني شي عشان الناس كمان تحس إن إنت معنا كمان لعب مصري رائع يعني قول أي حاجة أي حاجة يعني خلاص خلاص بس أم 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 طبعاً أم 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 يعني أعلم قبل خلاص بتحب إي أكلات مصرية أكلات مصرية أكلات مصرية ملوخية ملوخية آه الله طيب من المناسبة دي سألتك عن النادي المفضل ليك عالمياً وتحدست معها عن منتخب فرنسان النادي اللي بتفضله ف مصر مين هو؟ لو أنا هاختار أروح طبعا للأهلي طبعا نادي كبير جدا وطبعا في زمالك وأظن أن أنا يعني أفضل الأهلي نعيم أنت شرفت ونورتنا النهاردة نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق مع منتخب مصر الفترة اللي جاي نحب نشوفك كمان في منتخب مصر الأول في المستقبل القريب أنت لعب صحيح صغير في الثاني بس تقدر تلعب إن شاء الله مع منتخب مصر الأول في المستقبل شرفت ونورت شرفت شكرا 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 زيب دا كلك أنا مع نعيم أبو بكر لعب من أصول مصرية يلعب فيه بتجيكا نضم ليه منتخبنا الوطني ليه الشباب تحت عشرين سنة نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق بعد الفاصل أشرفني ونورني محمد جمال وإبراهيم جاد نتكلم معهم بقى عن مواجهة الأهلي وأوكلند خليكم معنا يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى نخش في الجد نخش في الجد الأهلي وأوكلند سيتي في مستهل مشوار النادي الأهلي في كأس العالم ليه الأندية المشاركة السامنة المشاركة السالسة على التوالي شرفني ونورني في هذه الفقرة لأصدقاء العزاء محمد جمال وإبراهيم جاد أجيمي مشرف حبيبا كيمون أخبارك إيه؟ أخبارك إيه؟ حسنا بدي كيما شفتكش أهو بلنا بتاعة التيامة بتاعة التيامة يعني رقم بصراحة برضي بتاعة التيامة كيمون مشرف ومنور كلاعزي أخبارك إيه؟ أنا مقصود من ده معك تبعنا ومع جيمي طبعا حبيبي يا ربي خليك لقالي وأوكلند المطش ده على الورق زي ما قلت في المقدمة سهل في الملعب المفروض يبقى سهل صحيح إيه اللي يسهل المطش ده؟ خلينا نقول بس مين أوكلند أوكلند فريق أوبطل قرية أوكيانوسيا بعد خروج الأستراليا من الاتحاد الأوكيانوسيا وبقية كروية يعني وبيلعب مع الاتحاد الأسيوي بقيت كل البطولات القرية محسومة لممثل نيوزلندا النادي الحديث التكوين يعني نادي يتعامل في 2004 أخذ عشر بطولات قرية يعني فضعف المنافسة يعني أي أرقام كبيرة محققها أوكلند وبسبب ضعف المنافسة هناك لأن معظم الدول اللي بتلعبها جزر وأوكلند هو المسيطرة على كل شيء أوكلند عنده مدرب أسباني تبع للتجربة لأنه أفضل إنجاز عمله أوكلند كان احتلال مركز الثالث وكان مع مدرب أسباني وكان المشاعد بتاعه هو المدرب الأسباني الحالي لأوكلند أوكلند مدرب بتاعه هو مدرب بخريج برشلونة ابن المقاطعة زي ما بيقوله ودرب فرق مقاطعات كتير في برشلونة وبعدين تدرج وصل أنه بقى مدير فني الرجل لما نقول برشلونة نقول فلسفة الرجل رغم أنه ده غريب جدا على الكرة النيوزلاندية لأن النيوزلاند أستراليا هم مدرسة إنجلتر المدرسة الكلاسيكية الإنجليزية القديمة اللي بتعتمد بشكل كبير جدا على الكرات الطولية بتعتمد على الكمباكت جيم بتعتمد على التحامات البدنية ده موجود لكن الرجل مغير الصبغة بتاعة الفريق ده بأنه هو حاطت عليهم الصبغة الإسبانية نوعا ما في التحضير وبناء الهجمة والشكل اللي بيبدأوا فيه أنا حبيت أقولك في البداية قبل ما نتكلم إيه العيوب اللي عند أوكلند إيه المشاكل اللي عند أوكلند بعدها أقولك إزاي الأهل يلعب أوكلند وأقولك إيه هم بيهجموا إزاي وإيه المميزات عندهم العيوب لكن خلينا نعرض أول حاجة هي طريقة اللعب وطريقة التحضير هم بيحضروا إزاي أو بيشتغلوا إزاي عشانا نقلك ليه الحتة بتاعة التحضير الكتير والنقل بتاع الفاتسافة بتاع الراجل في الأربعة تلاتة تلاتة وطريقة والطريقة المعتادة بص تحضير كتير جدا جدا مع الاختلاف الفارق ومع اختلاف المستويات والمستوى التنفس اللي بيلعبوا فيه نفس طريقة التحضير شوية اللي بيعملها النادي الأهلي هتشوف حاجات جميلة دلوقتي لسه ده ملعب جميل ملعب كويس هتشوف حاجات ألطف كتير هتشوف سينما السيارات بعد شوية وهتشوف غبات وشجر وتحس ان انت فيلم أفريكان وبعد شوية ده كده ده ملعب كورا الباقي ملعب تدريبية فنفس الطريقة بص فيعتمدوا على بناء الهجمة والتسلسل والخلخلة بشكل كبير وبناء الهجمة من الخلف دي الفلسفة اللي الراجل نقل هلهم لان هم اتنقلوا من المدرسة النيوزلندية للمدرسة والفلسفة دي ازاي تقعد تعمل عملية الخلخلة والنقل الحد ما يبلك الاسبايس او الفراغ اللي هتبتري تشتغل عليه وعملية الترحيل دي الطريقة العامة والفلسفة العامة بتاعة المدير الفني لي اوكلند ده بداية وده الشكل اللي هم بيلعبوا به فلما تيجي تتكلم بقى على اوكلند هتلاقي انه احنا بنقارن ايه بايه هم زي ما قلنا بطل قاري عشر مرات فريق حديث التكوين بيكسب كل حاجة هناك دوري بطولات قرية لكن انت هتقرنوا بقى بالنادي الاهلي فريتري تتكلم بقى اذا كان النادي الاهلي بحجم النادي الاهلي لا لا ارجع 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 واقفوا يعني ارجع يعني دي بداية حاجات تانية فارجع علي شوي وارجع على بداية الحالة دي واقف فلما تيجي تتكلم تخيل بقى انهما بيلعبوا في المستقبل التنفسي ده وعندهم مشاكل دفاعية فتلت طرق تلت طرق يقدر النادي الاهلي يكسب اوكلان بهزيمة كبيرة يعني الاهلي يعمل عليهم شكور في المباراة دي لو استغلت تلت حاجات مهمين بعد شوية هنشوف تلت حاجات دول اللي احنا عايزين الاهلي يعملهم هل الاهلي بيعرف يعملهم أصلا؟ هل الاهلي بيعاملهم بشكل كويس؟ طيب هنروح لهم هنروح لأولى نروح لابراهيم اوكلاند كمنافس لي النادي الاهلي في هذه المواجهة إيه اللي يقلق؟ إيه اللي يقلق ممكن النادي الاهلي من اوكلاند؟ خلينا نقول الأول ناخد من كلام جيمي ونكلم على اوكلاند كفريق هو فريق يعني ايه يعني اكتر عشوائي منظم في نيوز لندن هو دوري لما تفرج عليه كله هو دوري عشوائي بشكل كبير جدا كله عنده هو اكتر فريق منهم عنده لنمط لنمط شكل واضح لحد ما لحد ما يعني هو زي ما بنقول للمنظم الوسطى العشوائي كلهم وده منظم بدرجة بسيطة وكرة في نيوز لندن من كتر العشوائية كان فيه لعب إسباني موجود في فريق أوكلاند سيتي قالك ان احنا بنروح المباراة اللي بنلعبها بنلعبها في الحضائق العامة بنروح نلعب في الحضائق العامة بيخططوا الحضائق العامة دي ونحط الجنين ونلعب المباراة لدرجة نحن ما بيبقاش لنا غرف خلع ملابس وما بيبقاش لنا حمامات وما بيبقاش لنا أي حاجة وده عمري ما شفته في حياتي فدي درجة العشوائية اللي موجودة هناك في الكرة النيوزلنديا وتواضع المستوى هنتكلم على من ناحية الأهل يقلق من ايه من أوكلاند سيتي أو أوكلاند سيتي في المرحلة الهجومية أو الخطورة اللي على الأهل هتكون من ايه في الناحية الهجومية هي ان أوكلاند لما بيوصل للتلت الأخير من الهجمة بتاعته أو قدام الجون بيكون اعتماده بشكل كبير جدا أنه يخلق زيادة عددية كبيرة جدا في منطقة الجزاء بيتم بناء اللعبة من تمريرات كتير بشكل عرضي وبعدين بشكل طولي لكن في النهاية بيحاولوا دايما ينهو الهجمة من على طرف الملعب مع خلق زيادة عددية كبيرة في منطقة الجزاء وحوالين منطقة الجزاء اللعيب رقم 10 عندهم لعيب مهم جدا بيعمل دايما المساندة سواء يمين أو شمال بيحاول يبقى اللعب الثالث الحر اللي بيساعد أن يتم الاختراك من الطرف أو بيكون موجودة على حدود منطقة الجزاء اللعب رقم 11 عندهم لعيب مهم جدا برضو بيبقى موجود على الطرف الأيمن وأوقات بيخش كمهاجم تاني فدي خطورتهم معنا الحالات بتاعتنا الهجومية لما نيجي نبص دايما هتلاقي فيه وأدي واحد كرة عرضية مركزة على لعب في منطقة الجزاء هنا أدي زيادة عددية كرة عرضية كم لعب وصلوا لمنطقة الجزاء هي تركيزهم كله زيادة العددية داخل منطقة الجزاء بعد كده بص كم لعب في منطقة الجزاء يا كريم حوالي خمس أوسيدة لعيبة موجودين في منطقة الجزاء هنا الكرة بتروح للطرف هينقلها يوضيها لطرف الناحية التانية كل التركيزهم منهما يوصلوا في الآخر لطرف الملعب بص كم لعب höيبوا في منطقة الجزاء لحزة إنهاء الهجمة هنا في الضغط بتاعهم هيطح الكرة برضو الهجمة بتاعتهم على طرف الملعب معها على طول اللعبة بتنقض على المنطقة حوالي ثلاث لعيبة أو أربع لعيبة في منطقة الجزاء هنا اختراق من طرف الملعب أدي واحد اتنين تلاتة والجناح العكسي بيدخل ودي لعب النص كمان بص داخل على طول مباشر لمنطقة الجزاء عشان يستلم الكرة اللي جاية بص في لحظة الكرة كان واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمس لعيبة في منطقة الجزاء وده اللي دايما بيشتغل عليه إنه يوصل للتلت الأخير من على طرفين الملعب يبقى دايما على الأقل فيه ثلاث لعيبة جوا منطقة الجزاء مع اتنين لعيبة على حدود منطقة الجزاء عشان الكرة التانية ودي تركيزهم الأكبر في الهجمات والنمط المحدد اللي بينتهجوه في المرحلة الأخيرة هو نمط صحيح بس حتى من اللقطات اللي انت والباقي عشوائية جدا في كمية عشوائية مفردة طبعا عشان كده احنا قلنا في الأول هو يعني العشوائي المنظم أنا عايز اروح للسكور جيمي دمالي واحدة كده وفرحني بيها طبعا الاهلي يكسب سكوري ازاي الاهلي يقدر يعمل نتيجة كبيرة جدا على اوكلند ثلاث طرق يقدر يخترق بيوم دفاعات اوكلند لانه كل حاجة دفاعية بيعملها اوكلند هي خطيئة اول حاجة هنتكلم على رجع لي بقى روح لي بقى للحالات للحالات اللي هي كانت بدأت شغلناها وقفناها في اوكلند بيخترقوا من العمق بشكل سازج مفيش رقابة في اي شكل من الاشكال التغطية العكسية منعادمة بص يلا بينا ادي واحد ادي البنتريشن في اربعة في خمسة في ستة واقفين سبعة واقفين العشرة جوه اوكلند اللازرق اوكلند اللازرق اوكلند اللازرق بيخترقوا من عمق بشكل سازج بشع في مباراة واثنين وثلاثة فما بالك انه ما بلعبوا ده على مستوى الدوري النيوزلندي بالمناسبة ويلنجتون ده المنافس الوحيد ليهم يعني المنافس اللي هو بالله بيد ده ده المنافس الوحيد ليهم بزياد عمق بمنتهه السهولة وهنروح للطريقة التانية الحالة اللي بعد يهب الرقابة في العمق بالرقابة في العمق يعمل ازاي؟ بص انقفين كم العب جوه..سابعة البص الرقابة في الآخر zero لا ارجع اني ارجع تاني ارجع تاني تغير الرقابة ارجع تاني الحالات البته عشان انا مش عايز الحالات تمشي ورا بعضها انا اعيز الحالة اللي فاتت نقف عند الحالات هنأ انا عايز الحالةilan قابل دي؟ عايز حالات العمق ولا اختلاق من على الاطراف لأن هما ثلاث حاجات مختلفين فالعمق الرقابة مش موجودة معلش إن إيه اللي بقى الحالة اللي قبلها ارجع الحالة اللي قبلها تاني المهم يا كريم ثلاث طرق ثلاث طرق بمنتهى البساطة التغطية العكسية منعدمة الأربع العيبة وقت الكورة بيروحوا كلهم على الكورة الطرفين فاضين أي هجمة بتتعمل عليهم من الأطراف فالملعب لازم يكون مفتوح النادي الأهلي لازم يقفتح الملعب بشكل جيد وهو روح أقول لك ليه كولر هم جولوا في ملعبه هم جولوا على الشكل اللي بيلعب بيه الأهلي دلوقتي رقم اتنين التغطية في العمق منعدمة سواء في الكورات السابتة الكروسات الكورات اللي من العمق معدومة ثلاثة اللي سبيس اللي احنا منسميها زون فورتين في الساكند بول أو بعد تجميع اللعب والنقل المنطقة اللي على حدود التمنتاشر فاضية تماما فاضية تماما هو ده؟ ده ده احنا كنا نعيد من الأول فاضية تماما المنطقة اللي على حدود التمنتاشر لا انت كابتعين سوان سوان انت كابتعين من أول فدي اللقطة دي عديها وهات اللي بعدها فهم عندهم تلات عيوب واحد التغطية العكسية من الظاهرين منعدمة الرقابة في العمق بس ايوه ايوه ارجع ايوه ادي بص ارجع لا ارجع بقى ارجع وكروس بتعمل ارجع وكروس بتعمل أسرع شوية ارجع كمان 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 بص كريم بص كريم كامل عيب من ويلنجتون وقف بقى وقف هنا وقف هنا كامل عيب من ويلنجتون جوه التمنتاشر اتنين في المقابل في اتنين لاينز اربعة واربعة تماما لعيبة من أوكلند الكروس هيتعمل للراجل احطاف نفسه كامل كروس اعمل الكروس اعمل الكروس ادي اهو اتنين لعيبة في وسط سبعة الاتنين مش انا سبك من الوحطة بنفسه الاتنين اللعيبة متسابين اتنين فوسط سبعة متسابين مفيش ماسك فالرقابة في العمق ده في واحد تاية كمان لوحدة هم اللعيبة مفيش ماسك هم معدومش بها اسكلف العمق قلع الاطراف يلا رح للحالة اللي بعدها رح للحالة اللي بعدها عشان نوصل للقصة بتاعت زون فورتين او المنطقة المتسابة ده على خط ال 18 روح روح للحالة اللي بعدها على طول اين الحالة اللي بعدها هاي بها لك حالي طيب بص كريم بص بص كرة طولية بسيطة مباشرة سهلة الراجل رايح مفراد بمنتهى منتهى منتهى البساطة اللي بعده الحالة اللي بعدها بص واقف 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 ارجع واحد اتنين بس بس واقف واقف يعني روح كمان فريم بس بس واحد اتنين تلاتة اربعة ودي سينما السيارات زي ما انت شايف او او معاديين قاعدين بورا بفرجوا ولو الكادر كان في الفيديو فاتح شوية الناس قاعدة فوق في البيوت بتفرج فدول ست لعيب لعيب واحد في وسطه ما كريم اللعيب متساب كمل لولا ان هو حطاها وحشة جدا طبعا قوليتي قليلة بتاع اللاعب يعني لولا حطاها ضعيفة جدا الراجل واحد وبيستلم في وسطه ستة ما عندوش أزمة الحالة اللي بعدها حالة اللي بعدها انا ما اقدرش انا لو انا بفرج على الوليتي بتقول دوية تكمل الحالات بس انا ما اقدرش انو المباراة صعب على الاهلي لا خالص مولاش حالة صعب انا بس بأكد الكلام اللي هو اللي بيتقال دايما الجمل هو حذر حذر واجب في كل الاحوال لكن في النهاية وهقول لك ليه الحذر واجب ارجع تاني معلش الكرة السابتة ارجع للكرة السابتة ارجع للكرة السابتة لان هجيب لك واحدة شبيهة النادي الاهلي بيعملها دايما على البعيدة بالشكل ده والاهلي بيخد هوموا واقفين كمال لعيبة جوه التمنتاشر واقف جوه تلات لعيبة بس تلات لعيبة من المنافس من ويلنجتين برضو كمل كمل الكروس الكروس كمل 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 اهو لعيب واحد واقف وسط السابعة هو اللي بيطلع ياخد يطلع ياخد التكوف بغد النظر على الكواليتي روح لللي بعده اللي بعده جب لينا بقى الكورتين اللي على الحالتين اللي احنا جايبينهم على منطقة التمنتاشر كمل بصة كريم واقف اول ما يعمل الباص بس بصة كريم واقف بصة كريم التمن اللعيبة هم دخلوا ورحلوا على جوه عشان يمسيكوا تنين اللعيبة التمن اللعيبة دخلوا جوه التمنتاشر وسابوا الاسباس الرجل هشوب براحته قدامه فدان خمستاشر يارضة ده لو فاول بيشوته والحكم موقفهم مثبتهم عشان عشر ارض هيقفوا أقل من كده كمل الشطة كمل جون كمل خلاص التديده زوي التصويب كمل كمل طلع له فين طلع له بعد ما الكوره شاطط جون كمل اللي بعده هاته الحالة اللي بعديها نفس القصة ما شاء الله الحارس ما بيعملش تراية اصلا اه اه حارس 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 جايق جدا وعايز اقول لك انه عنده مشكلة كبيرة جدا جدا في كل حاجة وازنه زايد بالمناسبة يعني انت لو الكواليتي طبعا صعبة شوية فوازنه زايد جدا بص 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 كوري ما عملش تراية يعني ما ما فيش هيعمل فين يا سيدي اه اه لأ بص اللي بعديها هيعمل تراية عليها بس بس تطلع وقف بص كريم بص كريم كام لعيب تلات لعيبة من الفريق اللي قدامهم سبع لعيبة من اوكلند بص بقى خطة التمنتاشر والسبيس اللي احنا رسه جايبينها من شوية كمل 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 يلا 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 بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة لا بيأخدوا السكند بولة في السبتة ولا في المتحرك لا إرجع تاني إرجع تاني إرجع تاني أنا عاش في الجولد عجبني شكله عجبني هو في الخروج كارسي كمان يعني لما بيأخبوا قرار خروج من جنه كارسي لا لا دا لسه دا الوحدة جمعور دا لسه دا الوحد دا لسه دا الوحد لا دي في الحالات اللاجمية بيشتغلوا زseits الجنداليهم هم الجنداليهم هم فهو عليش إرجع على اللي فاتت ووقف فلت حلقة يوالي طرق يا كريم. تلات طرق. الاهلي يقدر يعمل سكور على اوكلند بالتلات طرق دول. هاي. الاختراق من العمق. ولما نيجي للاهلي وانا الاهلي يلعب ازاي. هواريك الاهلي الاهلي بيعمل تبكالي التلات حاجات دول في المبارات اللي فاتت. هاي. بيفتح الملعب ازاي بمين? هاي. بيخترق من العمق بمين? وبيشتغل على الخطة التلات داشرة. طيب. خش على الحياة الوجومية السرعة عشان خاطر اروح لابراهيم لنقطة مهمة قبل ما نقف ها هاي. وقف هنا. وقف هنا. دي تفكرك بمين ولسا متسجلة في النادي الاهلي قريب. مطس السيرامي. سيراميك فيه عدد اعتزل من ستة وعشين يوم. ابقى فيه العيز تاني اسمه بوكسل هو اللي بيلعب مكانه سنتر بك. سنتر بك هو اللي بيطلع يحجز علشان يطلع ع القريبة وفيه اتنين واقفينه قدام حارس المارب. فنفس الطريقة متسجلت في النادي الأهل البراطس راميكا. دي الطريقة اللي بلعبوا بيها القرات السابتة على العرضة القريبة. روح لي بقى لطريقة الهجومية بباعتهم. يلا. للطريقة الهجومية. خلص. دي دي هدف وبالمناسبة لعيب سجل في مرمان. لعيب رقم خمسة اللي بيقطوا قدام المدافعة القريبة ده. اسمه بيرلانجي. اعتزل. وما كانوا لعيب اسم بوكسل. بينفز الكروسس بنفس الطريقة. بص بقى كريم. طلق الهجومية. علشان انت الاسعب انك طلع الفرقة دي وما بيهاجموا ازاي. مش الاسعب انك طلعهم بشكلهم الدفاعية. الفرقة دي بيعتمدوا على اللعيب الفولتس نايل. اللعيب الفولتس نايل. وهوقفك عند المهاجم لان فيه حاجة طريفة جدا جدا. ارجع شوي. واحنا عاديم بندور. بندور طبعا الفرقة دي. يعني بقالنا اربعة يام بندور لهم على حاجة. فقعدت ادور كده. لقيت حاجة غريبة جدا. المهاجم التاريخي واللعيب التاريخي واللي موجود في الفرقة دي. لعب الاهل تلات مرات. للأسف هي ذكرى سيئة للنادي الاهل. لانو كان بلعب فيهم بقى. ها. لما قولك ذكرى سيئة بلعب فيهم بقى. بعيد عن نيوزلندا خلص. في المكسيك? لأ. ما نشوف دماغك راحت هناك بارت. اه راحت باتشيكو. لأ. بلعب في سانداونز. بلعب في سانداونز. وتدرب تحت قيادة مدرب النادي الاهل السابق. بيتسو موسيماني. نجيب بقى. نجيب الكورتين بتوعه. الهدف آخر هدف سجله مع اوكلين. والهدف اللي سجله. الرجل ده هو الهدف التاريخي بتاعه. مساهم في مية وتسعين جول. مية. وده المهاجم الاساسي بتاعه. مية وتسعين جول. في مية تلاتة وتسعين مباراة. ارجنتيني. اه. 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 ده الجول اللي جابه مع سانداونز كامل. وكان بيقود الفريق في مسم تسعتاشر عشرين. بيتسو موسيماني. المدرب السابق للنادي الاهلي. ده امليان اه. رجل ارجنتيني. اربعة و تلاتين سنة. ده مسم تسعتاشر عشرين. واخر هدف سجله. روح بقى. الهدف التاني بتاعه على طول عشان نكسب وقت. الهدف التاني اللي سجله. كان اه. مع ويلنجتم فيه تلاتة وعشرين ديسمبر الماضي. روح بقى خلاص. يعني روح للحالة اللي بعديها. اخر هدف سجله برضو امي اللي انا طد. ده المهاجم التاريخي بتاع الفريق يا كريم. لعب عشر سنين مع الفريق ده. اه. لعب عشر سنين مع الفريق ده. اه. وده الجول التاني اللي هجيبه برضو مع اه اوكلند. مهاجم عنده خبرات كبيرة. لكن برضو بنتكلم على كواليتي اوكلند يعني. بنتكلم على كواليتي اوكلند. نرجع تاني بقى الحالة. ما يلقش يعني. هو راح سن داونز. تجربته كدش ناجحة وكدش افضل شيء. يعني لعب حداشر مباراة بس. لكن هو تدرب وشتغل كتير مع بيتسو موسماني. وداله حداشر مباراة. رغم انه وقل رايح في نص السيزن. اداله حداشر مباراة. من تلاتين مباراة. لكن اللي بسجل هدفين مع سن داونز. الطريقة الهجومية. الطريقة الهجومية. قبل ما بتروح للأهل. يعني. الطريقة الهجومية بتاعة اوكلند. بيعتمدوا بمنتهى البساطة على كل اللعيبة اللي بتشتغل من تحت. بنتكلم على رايان دي فريز. ده المهاجم الاساسي رقم حداشر. لعيب نيوزلندي. لعيب نيوزلندي جنوب افريقي. رايان دي فريز. اللعيب التاني هو ايمليانات واضح اللي احنا اتكلمنا عليه ده. بيشتغل معاه فولس ناين. والاعتماد على التلاتة اللي بيجي من وسط الملعب. سواء لعيب مانيان رقم عشرة. لعيب بشعر كده. شبه حنة باع المجبري. اتشوف في المطش. نفس الشعر. نفس التحركات. نفس الجسم. لعيب اللي بيجي من وسط الملعب. عندهم لعيب كوري نيوزلندي. اسمه جولي. لعيب برضو متحرك وبيسجل كتير مع فرقة اوكلند. بيعتمدوا على التحركات بتاعة الثوليسهم. بالعب 4-3-3. عندهم هويسن كابتن الفريق في وسط الملعب. هو اللي بيعمل كل الاسستس هو اللي بيشتغل موسط الملعب. هو اللي بيبنلهم الهجمة من العمق. بيعتمدوا على التلاتة اللي موجودين. سواء الوينجين. هما بيعتمدوا بشكل اكتر. بينزل راس الحربة دايماً شغل وإحنا بنتكلم. شغل حالات اللجمية بتاعتي وإحنا بنتكلم. الراس الحربة سواء راين دي فريز. سواء راين دي فريز. اللي هو رقم 11. او ايمليانوتود رقم 20. هما اللي بينزلوا ويشتغلوا تحت. مع مانيك اللعيب رقم 10. اللي انا بقول ابو شعر مميز ده. ده لعيب مهاري جداً وهو اللي بيشتغل في الصناعة. واخيراً اللعيب الكوري جولي. لعيب مميز جداً جداً. وهو اللي موجود معهم من السنة اللي فاتت جولي. بشتغل معهم بشكل كويس قوي على صعيد الجناح الايمن او وسط الملعب. في النهاية هو فاني ما يخوفش. لكن دايماً هتلاقي ان اللعيب الفولس ناين ده المهاجم بينزل تحت علشان يفضي ليه الاجنحة. فحزاري من الخطورة البسيطة اللي يبتلي عملوها وطريقة الضغط العالي. ده الفيرويد. بتلا يضغط. هيضغط. مكمل وراه معناك. اللعيب رقم 10. هو اللعيب اللي بيضغط دايماً عشان يبتلي يعمل دي مباراة ولينجتن. هما آآ آآ سجلوا الهدف راين دي فريز ده اللعيب رقم 11. المباراة دي ما كانش بلعبها يا مليانا طد. فاللي الاهلي يقلق منه التحركات. اللعيب عندهم خفاة في الحركة. بنتكلمش على هاي كواليتي. لكن بنتكلم على الخفة في الحركة. التلاتة اللي تحت الفيرويد. الجناحين. وبيعملوا البينتريشن. دايماً الفيرويد بيعمل ايه? بينزل تحت. عشان يسحب معه السنتر باك. ويفضي سبيس في المنطقة الدفعية للنادي. عظيم. احنا لسا مكملين مع حضراتكم. بعد هذا الفاصل نواصل. خليكم معنا. يعلم بحضراتكم مرة اخرى. طيب ابراهيم انت كان برضو عندك جزئية فيما يخص دفاع اوكلاند والمشاكل اللي بيواجهها دفاع اوكلاند اللي ممكن يستغلل الاهلي ان شاء الله. هو هنروح للدفاع اوكلاند. عندهم مشاكل فردية وجمعية بشكل كبير جداً جداً. اللعيبة دايماً بتاعتهم في الحالة الدفاعية. اللعيبة بتسرح. تبقى شو اخد بالها دايماً من دهرهم. بيبقوا شو اخدين بالهم من الحالات اللي موجودة. معنا فيديو الكورة. كورة عالية في منطقة الجزاء. سهلة. تلات لعيبة راحوا ناحية الكورة وسابوا المساحة كلهم حواليها فاضية. الكورة تشاضت وراحت في العرضة ورجعت. بص لعيبة اوكلاند محدش بيحاول يعمل ركابة. محدش يوم بيحاول يروح للكورة. حتى الكورة طولية بشكل يعني. ما بصينا على كورة ومش بصينا على لعيبة. بالضبط كورة طولية بشكل واضح جداً جداً. تلاتة راحوا عليها مع لعيبة طالع. ففيه تلات لعيبة حواليه فاضيين. الكورة التانية نزلت للعيبة المنافس. خلاص هدف وكورة تشاطت وردت. لعبة اوكلاند ما بتحاولش تعمل أي حاجة كرد فعل أنها تروح للكورة. معنا صور كمان بعدها هتوضح لنا. إزاي اللعبة دايما سرحانة في التغطية بتاعتهم. بقى فيه لعيب واثنين لوحدهم دايما. يعني لما نجي نبص الكورة دي. بص الباك اليمين داخل فين والباك الشمال داخل فين. الجناح الناحية دي فاضي خالص. الجناح الناحية دي فاضي تماماً تماماً. أي باص هيودي أي واحد فيهم انفراد. ودي نقطة مهمة جداً جداً لازم الأهلي طبعاً يشتغل عليها. بما أن أجناحة الأهلي نقطة مهمة. وده هنتكلم فيه بعد ما نعرض الأخطاء الدفاعية بتاعتهم. نروح للي بعدها. هنا في الكرة الأرضية كان لسه جيمي جايب الهدف دوان. تلاتة اتنين في منطقة الجزاء. وسط تلات مدافعين وقفين. مفروض مسكنهم. ما فيش ولا لعب ماسك أي من. والكرة ترفعت ودخلت هدف. ما فيش أي لعب ماسك لعب أو حطه في صدره. الكرة اللي بعديها. هنا اللقطة دي هنقف عندها شوية يا كيمو. بص الكرة مع اللعب هنا. بص المسافة اللي ما بين الظهير وقلب الدفاع اللي جنبه. كارثة في الترحيل ما بين اللعيبة. المساحة دي مهمة جدا جدا للنادي الأهل. والنادي الأهل بيعتمد عليها أصلا في أسلوب لعبه. إن دايما الكرة لما بتبقى عند الجناح دايما بيسحب عرض الملعب وبيفتحه على الآخر عشان الظهير يروح معاه. وهنا بيبدأ يتحرك سواء لعب الوسط المساند من لعبته الوسط إن هو يدخل في الهافز بيس دي. أو لو الظهير هو اللي فاتح الملعب فالجناح بيبدأ يدخل في الهافز بيس. فاحنا شايفين لعب المنافس داخل في مساحة كبيرة جدا جدا لوحده. الكرة هتتمرر له خلاص هيبقى هو في وضعية كويسة جدا نوع يلعب عرضية. أو يقدر يسدد لو يدخل بالكرة الجوة. فالهافز بيس دي دايما موجودة عند فريق أوكلاند. والأهل دايما بيعتمد في أسلوب لعبه أصلا على الهافز بيس دي. ويقدر يضرب بها أوكلاند مرات متكررة. الكرة اللي بعدها. هنا الكرة برضو بص المسافة يا كريم بين الظاهير وقلب الدفاع الجنب ومسافة كبيرة جدا جدا. والظاهير اللي جاي بيجري دوا هيجري في المساحة دي برضو. بس اللعب هيكرر يلعب كرة عرضية. بس برضو هنا المساحة كبيرة جدا جدا. لو في صورة بعدها كمان. ناخد الصورة اللي بعدها. هنا بص يا كريم الظاهير واقف فين وقلب الدفاع. وفيه اتنين لعيبة. مفيش أي مش في حال التسلل ولا اي حاجة لوحدهم كرة هتتلعب. شوارع. دفاع شوارع. يعني هو الظاهير واقف بصص على الكرة مش بصص مين في ظهره أو مين واقف في ظهره وكلام ده. النقطة دي مهمة جدا جدا لأن الأهل بيعتمد أصلا على الأجنحة بتاعته في النهاية تختارك. والهافز بيس دي الأهل بيعتمد عليها بشكل كبير جدا جدا. سواء من خلال حمد فتحي أو من خلال محمد فخري أو محمد مجدي أفشا. فالهافز بيس دي والسلحان دايما بتاع الأصغيرة بتاع أوكلاند سيتي هيبقى مفتاح لعبه مهم جدا جدا لنادي الأهل اللازم يستغله خصوصا. إنه عيوبهم دي طريقة تتناسب مع النادي الأهل اللي هو يضرب منها لأن الأهل بيعتمد على الأسلوب ده بشكل مستوى. طريقة تناسب النادي الأهل. النادي الأهل إزاي يقدر يختارك الدفاعات السهلة دي؟ مش هقدر أقول يختارك حتى يعني يتخطى هذه الدفاعات السهلة. مارسي الكولور يا كريم بدأ يغير فلسفته. بقى يشتغل بشكل مختلف تماما وتطوير أدوار بتاعة الضابل إي تتنين لعبة اللي بلعبه في وسط الملعب. سواء في وجود حمد فتحي ومحمد مجدي أفشا. نبترى نعود لحالات عشانيك سبب. زي ما حصل في مباراة الزامريك أو حتى في مباراة إمبي مباراة سموحة مباراة بيرامدس. الثلاث حاجات اللي احنا قلنا إزاي الأهلي يقدر يعمل سكور على الفريق ده إنه يستغل هذه النقاط. طب هل الأهلي لسه هيروح عشان يستغل؟ ولا هو ده سيستم لعب الأهلي من الأساس إنه بيفتح الملعب تماما بيعتمد على خلق المساحات. المهاجم اللي موجود سواء كهرباء أو شريف بيسحب واحد من سنتر باكس عشان يزود المساحة. فيبتدى يدخل حمد فتحي أو يدخل محمد مجدي أفشا أي أن كان منهم اللي يعمل الزيادة. فيبتدى الأهلي بيشتغل مع الأجناب فهما عندهم التقتال عكسية سيئة. الأهلي بيعمل من العمق فهما عندهم العمق من عدم تماما تقدر تعمل من العمق سواء في كرات العرضية أو أعلى. يلا جماعة الحالات على طول. في اللاعب المفتوح هني أرد هدف النادي الأهلي وحالات النادي الأهلي استخدم فيها الاختراق من العمق وفتح الملعب تماما. وده اللي طبيعي الأهلي يعملوا عشان يستغل الحالة اللي عليها. بص هنا بنتكلم على فرقة الزمالك. في رقة الزمالك رجعت خمس لاعبين. ومع ذلك الأهلي مفرق وقدر إنهم من خلال فتح الملعب ونهم وسع الملعب قوي على نادي الزمالك. اللي أكيد قلت اللعيبها عنده أحسن من أوكلند. اللي أكيد المدفعين بتوه أحسن من أوكلند. وقدر الأهلي يعمل Penetration ويستغل المساحات دي من العمق. فما بالك بالحالة اللي عليها أوكلند. الجول اللي بعده نفس القصة بنفس الطريقة ازاي الاهلي بيخلق المساحة على الطرف ازاي الاهلي هيعمل ده ومعا فيش تغطية الرجل اخترق من العمق طلع لبرة ابتدأ يشتغل الترحيل والزيادة العددية جوة 18 هدف من العمق ايضا بخلي بقى لك كل الاهداف بنتكلم على كل الفترة الاخيرة بجيب لك كل الاهداف الفترة الاخيرة بنفس الطريقة بنفس الفلسفة اللي جاية هي بالمناسبة على نفس العيوب اللي عنده اوكليند نروح للحالة اللي بعدها هدف من العمق يلا الحالة اللي بعدها طيب نفس القصة ارجع تاني ارجع ثاني ارجع ثاني ارجع ثاني هنا الراجل الفيروت سحب السنتر باك معاه وقف واستلم اشتغل محطة في الحالات الزمالك كان فيها ده فين اللي شغال فيه ومكان شريف بنتكلم هنا على كهرباء تغيير اللعيب ما غيرش النمط ولا غير الفلسفة اختراق الاهلي بيخترق من العمق عند نقطة ضعف الاولى لأوكليند تكمل كمل البنتريشن من العامل الزيادة وراح في الاسبيس برضو في العمق هو حمدي فتحي كمل والحالة اللي بعدها هات اللي بعدها على طول هات الحالة اللي بعدها على طول يلا الحالة اللي بعدها هيا هيا نفس الحالة نروح للحالة اللي بعدها نفس القصة اختراق من العمق باص اختراق من حسين الشحات توقيفة يرجع يعمل باص تاني في العمق كل أهداف في النادي الأهلي من العمق أهلي بيعمل ستريتشينج الملعب بيفتح فيقدر يشتغل على الأطراف بيرجع يدخل تاني فكده الأهلي في كل الحالات اللي احنا بشغالين عليها الأهلي قادر أن يشتغل وقف هنا وقف هنا الأهلي قادر أن يشتغل ويختارك يا كريم من العمق اللي لنلقطة التانية أول ما تتوفر المساحة في مبارزة اي بيراميس طبعا المساحات أقل فما بالك والفريدة بيديك مساحات مجانية في زوم فورتين على خطة 18 من مساحات أقرب فأكيد نصيحة عمر السلية كان موجود محمد مجدي أفشا كان موجود لأنه في الغالب أليو ديانجل لما نتكلم على تشكيله طاقة أليو ديانجل حمد الفتح موجودين فسواء كان أفشا موجود أو عمر السلية موجود كمل الحالة نصيحة بالتصويب أكيد الزاوية المتاحة تبقى أكبر المساحة والوقت اللي متاحين للنعيبة بتعاليها أكبر الحارس وزنه زايد فالأوبشن التالت اللي تقدر سجل منه قريدي الأهلي بينفزه ثلاث حاجات يقدر الأهلي يشتغل بيهم في موارد بكرة حتى نعمل السلية هيمة لو قلت لك تتوقع تشكيله النادي الأهلي المبارات الغد تتوقع مين طبعا محمد شنوي في حراس المرمى محمد هاني وعلي معلول زاهرين محمد عبد المنعم ومحمود متولي أليو ديانج حمدي فتحي هتوقع يكون مع عمر السلية مش محمد مجدي أفشا قدام هيكون حسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمد شريف خليني عشان ما معيدش للتشكيل تاني مفاجئة الراجل بكرة قد تكون قد تكون بكلم على توقع مش معلومة قد تكون الدفع بمحمود عبد المنعم وكهرباء في الجناح الأيصر مش في المهاجم قد تكون ومفاجأة قريبة بالمراسمة مش بعيدة إنه يستغل الحالة اللي عليها كهرباء حالة الفواءان الحالة الجيدة اللي عليها كهرباء ويستغل برضو محمد شريف بالحالة اللي عليها محمد شريف فيدفع بالثنائي بكرة كمان يستغل الحالة بتاعت حسين المكان الوحيد اللي محاير بالنسبالي هو يحط حسين ولا يحط طاهر الحالة اللي عليها حسين تدفع بحسين لأن المباراة هجومية أكتر منها والثلاث الوسط مش محاير لا 할ثلاث الوسط بالنسبالي أنا شايف إنه لو هيدفع بدول لعيب أدوارها هجومية أكتر مش عايز منهم أدوار دفاعية هيدفع بكهرباء في الجناح الأيصر وهيدفع بحسين الشحات مش طاهر محمد طاهر في الجناح الأيمن وشريف فهو هنا الاتنين الأجناح مش هطلب منهم أدوار دفاعية فبالتالي الحمل الدفاعي يبقى لعبة وسط الملعب حمدي وكمان هيدي الأدوار بتاعت حمدي المعتادة فأعتقد أنه وجهة نظري أنه الأقرب عمر السلية حمدي فتحي وراء اليو ديانج يلعب 4-3-3 بالشكل المعتاد مع أدوار هجومية الحمدي فتحي والمفاجأة في التشكيل تكون محمود عبد المنع وكهرباء مش في مركز المهاجم في مركز الجناح الأيصر ويحتفظ بالكارتين الرابعين مين سناء الدفاع؟ سناء الدفاع محمد عبد المنع ومحمود تولي فيش نقاش الجاهزية الثنائي في أي وقت وانت مغمى ده كريم لو الرجل ما بيرايحش حد فيهم أو مصاب أو موقوف السنائي ده مش هتغير بلاش السنائي الرباع بتاع خط الضهر مش هتغير الكلام ده وانا في بداية الموش يعني انت مش هتفاجئ بكرة لو لديت خدع فتح موجود سنة الموجود هتفاجئ طبعا أوبشن موجود لكن انا هتفاجئ طبعا ان حد منهم وده هيعني لي حاجة واحدة انه في واحد من الاتنين مش جاهز مية في المية انه يكون موجود في المورا لكن انا بقول لك الكلام ده زي ما انا قلت لك في أول السنة الاربعة محمد هاني علي معلول محمد متولي محمد عبد مينام الاربعة سلام بدنيا وطبيا الاربعة في الملعب انا حاسي انت عيسوا الحاجة قبل ما اختيب انا عندي تعليق بس على الجزئية الرباعي تحديدا الوراء اعتقد خلد عبد الفتاح هيعمل روتيشن كتير مع محمد هاني محمد هاني مابقاش ضامن مركزه زي ما كان في بداية روتيشن لإراح انا اللي بقى لازلت عن الموقف اي روتيشن في الخط الخلف هيبقى للإراحة جيمش شرفت ونورت هيما شرفت ونورت كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي زي ما قلت لكم هي على الوراء وفي الملعب المفروض المباراة سهلة بس مش هتبقى سهلة الا بلعب برجولي بلعب فيه شغل فني محترم من الجهاز الفني وتركيز من اللاعبين بإذن الله تبقى موجا أولى سهلة وبسيطة ليه النادي الاهلي عشان لسه اللي جاي اتقل بكتير شوفكم يا رب على البخير